نضم لنا من واشنطن الأكاديمي والبحث السياسي صديق الغالي ومن مدينة بريستول البريطانية الكاتب الصحفي السوداني الدكتور ياسر محجوب الحسين مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد صديق بداية من يدعم من؟ المشكلة الحالية الآن أساسها هو الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه أطراف متعددة في السودان والذي سيؤدي إلى انتغال حكومة مدنية وسيؤدي في نهاية المطاف إلى حكم دموقراطي يقرر فيه الشعب السوداني من يحكمه دايب الصورة مختصرة الجانب الآخر هو الفريق أول محمد حمدان محمد حمدان دقلو هو داعم هذا الموقف الإطاري وضامن الانتغال إلى الحكم الدموقراطي لكن في الجانب الآخر اللي هو الحركة تحت الإخوان المسلمين اللي هي الغتال الآن الذي يدور هو غتال بين الدعم السريع والحركة الإخوان المسلمين الجيش السوداني لا علاقة له بهذا الغتال الجيش السوداني تم اختطافه وتم زجه في هذا الحرب وبدون علم حتى الغيادات العليا كلنا شاهدنا الفيديو المغابلة التي تمت مع المفتش العام للقوات المسلحة والذي أكد بالصورة لا شك فيها أن الإخوان المسلمين هم وراء هذه المعركة وأن القوات المسلحة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد رغم ذلك لم تجبني عن سؤالي دعني أسأل سيد ياسر في هذه النقطة لماذا لا يريد طرف أن يسمي الجهة الخارجية التي يعتقد بأن خصمه في السودان يستند إليها وتمده بالعتاد وهي ظهيره ربما حتى سياسيا سؤالي سيد ياسر نعم أود أن تحدث يعني يجب التفريق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بحكم القانون هي جزء من يفترض أن تابعا للجيش السوداني الجيش السوداني لا يمثل جهة سياسية بعينها بل يمثل الدولة ويحافظ على كيان الدولة السياسي حتى ولو كان لديه علاقات أو لديه اتفاقات مع دول أخرى هي في إطار دوره كجيش وطني أما الدعم السريع الذي هو يمثل مناطق جهوية بل يمثل عائلة وأسرة داخل أحد القبائل وإنما يمثل مصالح هذه الأسرة وهذه الأسرة لها مصالح وارتباطاتها مع الدول الأخرى ارتباطات للمصالح الشخصية ونحن نعلم أن الدعم السريع تم منحه منطقة تسمى جبل عامر لتصدير الذهب وهناك ارتباط فيما يتعلق بهذا الأمر بدولة بعينها هي تستورد أو تأخذ هذا الذهب خارج الأطر القانونية من هذه الدولة؟ خارج بنك السودان وبالتالي من هذه الدولة سيد ياسر؟ نعم من هذه الدولة؟ هي دولة لا أريد أن أذكرها الآن وهي دولة معروفة وعلاقة حمدان وهناك دولة عروفة سيد ياسر وهذه مفارقة غريبة أقصى ما يمكن أن يقع بين خصمين هو أن يقتتلها والقتال يدور الآن بين الأطراف في السودان وضحيته هم أبناء السودان كل طرف يتهم الآخر بالارتهان لدولة يحوم حولها لكن لا يسميها ما المشكلة في تسمية هذه الدولة إن كنتم تتحدثون عن جبل عامر وصادرات الذهب واحتكار هذه الصادرات إلى هذه الدولة ما المشكلة في تسميتها؟ نعم هو طبعا المشهد السياسي والعسكري والأمن السوداني مشهد معقد جدا وذكر بعض الدول من جانب الطرف هذا أو الطرف الآخر يزيد تعقيد هذا الأمر ولكن هي أمور واضحة تقريبا لكل مراقب سياسي لكل مراقب للوضع في السودان ولا يحتاج لتسمية في هذا الخصوص هل برأيك سيد صديق هل تتفق أولا مع ما طرحه دكتور ياسر ثم من جهة أخرى إلى أي درجة إلى أي درجة برأيك هناك عامل لو أمهلتني حتى أطرح السؤال سيد صديق إلى أي درجة الطرف السودان الآن تبحث أو تستند على طرف عربي ولماذا إذا كان الحال هذا لماذا لم تتفاعل مع أي مبادرة عربية للحل لوقف إطلاق النار للجلوس إلى طاولة المنفاوضات طيب أنا لا أتفق مع ما قاله الأخ المتحدث الأخ الكريم أولا المسألة بتاعت الدهب هناك الشركة واحدة التي هي شركة الجنيه تتبع لأسرة داقونو ولكن هناك 75 شركة تتبع للمنظومات الأخرى الناس بتتحدث عن واحد في المية وتترك 99 في المية شركات يعني تستغلت كميات مهولة من الدهب ويتم تأتي طائرات من الخارج وتحملها من خاصة من منطقة الولايات الشمالية وأنا أستحضر في بداية الثورة اللي هو القوات الدعم السريع يعني أوقفت طائرة هالوكوبتر هي كلها مليئة بسراضيقة الدهب المهرب الخارج أولا الدعم السريع ليست حكرا لأهل يدكره صحيح أنه الغائد العام ونائبا غائد العام الشقاء ولكن في الجانب الآخر القوات المسلحة خلال سبعون عاما من عمر الدولة السودانية هي لم تحرم شبرا واحد نحن عندنا الآن حلايب وشلاتين في الشمال وأبرمات محتلات وعندنا الفشقة محتلة الجيش السوداني أيضا غياداته أنت لو شفت الآن خلال الأسر الذين تم عرضهم حوالي أربعمائة وخمسمائة ضابط هؤلاء من قرية واحدة يبقى أيهم أكثر هل الخمسمائة ضابطة من قرية واحدة أم الأشقاء الاثنين ومع أنه العلم أن القوات الدعم السريع تتكون من كل الشعب السوداني نحن نتمنى أن مرزمات المجتمع المدني تذهب وتتحقق من السجلات ستعرف تماما أن قوات الدعم السريع تتشكل أكثر من 200 قبيلة في السودان من إجبال حوالي 300 قبيلة يبقى الدعم السريع وماذا لقيادات الدعم السريع أيضا يقال فيهم أو يتهمون بما اتهمت به لتأول الجيش السوداني من القرب والقرابة المباشرة بقائد الدعم السريع أنا أنقل إليك كما يقوله السودانيون دعني أسأل سيد دكتور ياسر هنا وأعود إليك دكتور ياسر هذا الصراع الآن يبدو أنه كان نتيجة تراكمات متتالية وإقرار بإمكانية الحل في وجه المبادرات العربية لماذا لم يجد السودانيون أنفسهم مستمعين على الأقل أقصد الطرفين كما ذكرت أن الوضع السياسي هو معقد ولكن أساس الإشكال منذ بداية سقوط النظام السابق في 11 إبريل الماضي أنه بدأت هناك أدوار غير طبيعية للدعم السريع وتم فتح المجال له وحتى من فتح المجال للقوى السياسية نحن لو راجعنا كيف تدار الفترات الانتقالية حسب وفقا لتاريخ السودان السابق أن الفترة الانتقالية دائما يدير الجيش بتعاوم مع القوى السياسية المستقلة ولكن في هذه المرة منذ أول يوم تم إشراك الدعم السريع والقوى السياسية ولذلك لم يستطيعوا الاتفاق على حكومة انتقالية مستقلة تدير الفترة الانتقالية في وقت محدد ويتم بعدها إجراء انتخابات ونتائج الانتخابات هي التي تسمح للقوى السياسية حسب أوزانها وفقا لهذه النتائج أن تشارك الحكم فيما بعد الدعم السريع في هذه الفترة عندما سقط الرئيس البشير كان قوامه حوالي 21 ألف مقاتل الآن تضاعف لأربع أطعاف أكثر من 100 ألف أو حوالي 120 ألف مقاتل هذا كله حصل في الفترة الانتقالية وحتى التصرف في الزهر لماذا لم تتعاطى الأطراف السودانية مع مبادرات حتى المبادرات المبدئية أي مبادرات وقف إطلاق النار إطلاقا لم تتعاطى معها نعم مبادرات إطلاق النار أعتقد أن الطرفان يوافقان عليها ولكن كل طرف يتهم الطرف الآخر بخرق هذه الهدنة الآن الهدنة الحالية تقريبا إلى حد كبير هي تقريبا تسير أفضل من الهدنة السابقة ولذلك المبادرات الآن لا توجد مبادرة لحل الإشكال بشكل فيه خطة سياسية أو فيه رؤى سياسية بقدر ما هو المبادرة محددة في موضوع الهدنة وإفساح المجال للإجلاء الجاليات الأجنبية وتقريبا إغاثة المضررين ومحاولة توفير الخدمات الصحية من بريستول البريطانية دكتور ياسر محجوب الحسين ومن واشنطن الأكاديمي والبحث السياسي صديق الغالي شكرا لكم أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تعمل بجد مع طرفين نزاعي في السودان لتمديد وقف إطلاق النار الذي كان سينتهي مفعوله بنهاية اليوم وقال بلينكين للصحفيين بأن الولايات المتحدة تعمل بجد لتمديد وقف إطلاق النار بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الذي بدأ الثلاثاء لمدة 72 ساعة فيما يتعلق بالسودان هناك عدة نقاط أولها نعمل بجد على تمديد وقف إطلاق النار كان لدينا وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة وهو كغيره من الهدى غير مطبق بشكل كامل ولكنه مع ذلك سهم بخفض مستوى العنف ومن الواضح أنه خلق إلى حد ما ظروفا أفضل للناس في السودان كما سهم في تسهيل المساعدات الإنسانية ولكننا نريد التأكد من إمكانية تمديده نضم إلينا من لندن الباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج مرحبا بك دكتور أحمد للتو كنا يعني تردنا الأخبار بأن الاتفاق وافق الجيش على تمديده من جهته لمدة 72 ساعة لكن عقدات الوصول حتى إلى الحد الأدنى من الاتفاق على وقف إطلاق النار ما تزال قائمة منذ بدأ الطرفان يحتربان في السودان هل لطرف خارجي؟ طبعا يعني الأطراف الخارجية موجودة في هذا الصراع وبشكل واضح جدا والسبب الرئيسي في ذلك أن الأزمة السودانية سببها أن الإدارة الأمريكية أبان عهد ترامب انسحبت من السودان وأوكلت حل هذه المشكلة إلى القوى الأقليمية وهنا أقصد الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر على اعتبارهما الأقرب للقوى التي كانت تطالب بالتغيير السياسي في السودان لكن هذه القوى لم تستطع مجتمعة على إحداث التغيير المطلوب وبقي النزاع مشتعلا وبالتالي إدارة ترامب اختارت أن بدل أن تضغط على الأطراف الداخلية في السودان ضغطت عليهم من أجل تحسين الرؤية الاستراتيجية للرئيس ترامب وهي عقد اتفاقات أو مصالحات مع إسرائيل مثل اتفاق أبرهام وتركت القيادة المدنية بقيادة حمدوك بدون أي داخل عام اقتصادي لذلك أصبحت القوى الرئيسية بيد الشخصين الأساسيين وهو حمدوك من جهة والبرهام من جهة أخرى وهؤلاء لا يمثلان قوتين عسكريتين فقط يمثلان مصالح سياسية واقتصادية صناعية متشعبة ومتعددة ولها أطراف خارجية تبدأ من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول الإقليمية ولذلك فإن هذه الأزمة عندما اندلعت يعني أحبطت الكثير من الرؤى التي كان يتطلع إليها الكثيرون من حل هذه الأزمة وأصبحت أزمة أكبر من القوى الأقليمية وتحتاج إلى قوى خارجية حتى على الدول والقوى الخارجية التي قد تكون لها دور بشكل مباشر أو غير مباشر لأن مصالحها في وسط حالة احتراب خاصة إن طال أمدها لن تضمن في بلد غير مستقر صحيح صحيح وهذا الشيء الخطير جدا من أن الأزمة السودانية قد تمتد لوقت أطول وأن المقاتلين عندما يبدأ عندهما نفاذ الأسلحة سيتطلعان إلى القوى الخارجية للحصول على المزيد وهنا تتعقد المشكلة أكثر خاصة وكما قلت أن روسيا قالت علنا على لسان الرئيس وزير خارجية لفروف أن ليس لديها مشكلة في أن تدعم ميليشيا فاغنر القوى أحد القوى الرئيسية والمقصود بها حمدوك وهذا يعني أن لروسيا رؤية مختلفة تماما عن الرؤية الأمريكية لأن روسيا مصالح نعم حمدتي عفوا حمدتي حمدوك استقال من الحكومة حمدتي نعم وبالتالي روسيا لها مصطحة في أن تكون السودان قريب منها لك يكون لها ميناء على بحر بورتستان الذي يتحكم بالشريان الرئيسي للتجارة في البحر الأحمر لذلك الولايات المتحدة الأمريكية ستعارض ذلك وهنا المشكلة كما قلت أن القضية انتقلت من قوى إقليمية إلى قوى دولية وهذا يبشر بخطر كبير في السودان لأن السودان فيه إثنيات وعرقيات وهذه سيؤدي إلى حرب أهلية قد لا تتوقف ما سر الحساسية السودانية من أطراف إقليمية بعينها مثل مصر التي كانت بحاجة إلى أن يكون سيلفا كيرم ياردت معها في مبادرة من أجل أن تكون جوبة منطلقا ومهدا أو منصة مناسبة للطرفين كي يتحرك فيها في سبيل وقف الاقتتال الدائر مصر لديها الكثير من المخاوف منها المخاوف أن تتورط في حرب داخلية قد لا تكون قادرة على وقف تداعياتها وقد تكون مؤثرة سلبيا عليها لذلك اختارت التدخل بحذر شديد جدا لذلك نجد البيانات المصرية حذرة بأنها ليست معطرف ضد طرف آخر وخاصة عندما اتهمت القيادة المصرية بدعم قائد الجيش البرهان وقالت أنها لن تدعم أحد وهذا ينم عن حذر شديد وما خاف من أي انخراط قد يؤدي إلى مساوى أكثر وهذا بشياته يضر الأمن القومي المصري لأن السودان مهم جدا وحيوي بالنسبة لمصر ويتطلب من القيادة المصرية أن تأخذ موقفا جريئا أكثر من هذا لكن المشكلة الآن هي أن مصر هي أيضا على علاقة جيدة مع السعودية ومع قطر ومع الإمارات وهذا يتطلب من هذه الدول بالذات أن تتوصل إلى قناعة مشتركة يتفقون فيها على رؤية موحدة وإذا ما استطاع ذلك ولا أصدن أن ذلك بمقدورهم أن يستطيعوا من دون ممشاركة حيوية من السعودية تجعلهم يقتربون إلى حل مشترك وبالتالي تتقبله الولايات المتحدة الأمريكية ثم موسكو التي لها علاقات طيبة مع هذه الدول وعندها يمكن التحدث عن حل لكن إذا لم يكن هناك رؤية مشتركة فإن الأزمة السودانية منفتحة على أسوأ ثم أسوأ ثم أسوأ إلى أي درجة برأيك يمكن أن يطول هذا الصراع في غياب تدخل حقيقي أو ثقل حقيقي يلقى إما من الدول العربية ككتلة أو دول محيط السودان والتي بدأ بعضها يأخذ خطوة للوراء وفق بعض المراقبين مثل أديسة بابا يعني الدول العربية وبالتحديد الجامعة العربية ليس لها تاريخ جيد في وقف الحروب يعني نحن أين الأزمة السورية كيف تدخلت الجامعة وأرسلت مراقبين وكيف انتهى بهم الأمر إلى أنهم خرجوا وبدأت الحرب في سوريا حربا أهلية يعني خربت سوريا كليا لذلك لا يعول كثير على موقف عربي عسكري يمكن أن يفصل بين الطرفين إنما يعول أعتقد على موقف أفريقي بالتفاهم مع الجامعة العربية والدول العربية بالتحديد التي ذكرتها أنا لأنها الفاعلة حقيقة في الأزمة السودانية وإذا ما استطاعت هذه الدول مع الاتحاد الأفريقي أن تتوصل إلى قناعة فإن موسكو لن تقف ضدها لأن لموسكو مصلحة بأن لا تزعج القيادات الأفريقية وكذلك أمريكا ليس لها مصلحة في أن تزعج القوى العربية المؤيدة لها وعندها يمكن التوصل إلى حل يرضي الجميع لكن المشكلة الحقيقية برأيي أنه عندما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار كيف سيكون الانتقال السلمي من الحكم العسكر إلى الحكم المدني وهنا الإشكالية الكبرى لأن العسكر المؤسسة العسكرية تمثل مصالح اقتصادية مهمة ومتشعبة وليس فقط البرهان ونخب موجودة فيه وكذلك حمديتي له مصالح وهذا يصعب الأمر من لندن الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاز شكرا لك